إذن ستشهد المناطق الشمالية الغربية وكذلك الولايات الجنوبية تساقط أمطار رعدية إن شاء الله إلى غاية فجر يوم الغد الأحد في انتظار بداية من الأسبوع المقبل سيكون في تغير في الوضعية الجوبية وإن شاء الله سيكون في منخفض للضغط الجوية تمثل في تساقط أمطار رعدية ستعيشها أغلب المناطق الشمالية للوطن بإذن الله وكان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبيه يؤكد على تساقط أمطار رعدية محليا معتبرة تستمر في التساقط إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الغد إن شاء الله الأحد على كل من ولاية إليزي جونيت إن صالح وولاية تامنرست أما في تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوبية يؤكد على تساقط أمطار رعدية محليا معتبرة إن شاء الله ستكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم وتستمر في التساقط إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم الغد الأحد وهذا على كل من ولاية وهران، عنتي موشن، تتلمسان، وسيدي بالعباس فيما يخص النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على إن شاء الله الأمطار ستكون كما نلاحظوا محليا معتبرة خلال مساء اليوم على المناطق الغربية تحسن في الوضعية الجوية بداية من الصباح على الولايات الغربية المعنية بتساقط الأمطار وضعية جوية ستكون مشمسة ومستقرة إلى غاية يوم الجمعة إلى غاية إن شاء الله يوم الخميس فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن وحسب توقعات طويلة المدى تشير على إن شاء الله بداية من 20 من شهر أكتوبر سيكون في تغير في الوضعية الجوية قدوم منخفض للضغط الجوية تمثل في تصاقط أمطار رعدية محليا معتبرة ستميز أغلب المناطق الشمالية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية وستكون بكميات معتبرة خاصة فيما يخص السواحل الوطنية الأمطار إن شاء الله ستكون بداية من يوم الجمعة وتستمر إلى غاية يوم لحد على أمل أنه لن تتغير النماذج الرقمية خلال الساعات القليلة المقبلة ونبقى من سلوب حول الله تصاقط أمطار خلال الأسبوع المقبل أما عن توقعات درجات الحرارة القصوى تبقى دائما مرتفع على المناطق الشمالية إذن 33 درجة على كل من النابة جيجرسكيك دالجزائر العاصمة 30 درجة بوهران مستغان معينتي موشوند 35 درجة بمغنية لمسان قلمة والسوق هراس 33 درجة على تيسيبوزو البويرة والمدية الأغواط لمسيلة وبوسعدة تصل بإذن الله إلى حوالي 33 درجة باتنا خنشلة قسنطينا وأم البواقي كذلك ببرج بوهر ريج تصل إن شاء الله إلى حوالي 30 درجة للإشارة درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية أكيد ستكون منخفضة خاصة بمنطقة الأوراس قد تصل إلى حوالي 9 درجة فقط وكذلك بالهضاب العليا الغربية الولايات الجنوبية رح نسجل إن شاء الله كعلى مقداس 40 درجة ببرج باجي مختار إنقزام وأدرار ستقالب 30 درجة بإليزي جونات إناميناس بشار بن عباس وولاية ندوف كذلك بغردايا زلفانة والمنيعة تتراوح إن شاء الله خلال ظاهرة يوم الغد الأحد بين حوالي 38 إلى 39 درجة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة مصحوبة بتساقط بعض الأمطار خلال يوم الغد بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي وكذلك سيكون في تطاير بعض الزوابع الرملية فيما يخص الولايات الجنوبية أما توقعات حالة البحر فيبقى دائما هذا إلى قليل الاضطراب على كافة السواحل الوطنية الرياح لن تتعدى سرعة إن شاء الله 30 كم في الساعة الرؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين أقل من المتر إلى المتر ونصف أما اتجاه الأمواج فسيكون بحول الله شرقي إلى شمال شرقي على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين أمطار رادية محليا معتبرة ستعيشها المناطق الجنوبية وكذلك الولايات الغربية خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله أشكركم على كرب الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع أحلام شكرا لك هنا أخوة طرية على كل هذه التفاصيل